السلام عليكم ورحمة الله بركاته والنهاردة ان شاء الله معنا في فيديو جديد هنتكلم فيه عن حل مشكلة لوحة المفاتيح الاندرويد اللي هو الكيبورد طيب احل مشكلة الكيبورد ازاي اول حاجة هاخش على الضبط طبعا ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى عليه صلاة والسلام ما تنساش لايك للفيديو ما تنساش كومنت في التعليقات وما تنساش اشتراك في القناة لو انت غير مشترك في قلبي القناة بعد كده هنزل الاسفل وهاتجه على كلمة التطبيقات وهضغط عليها بالشكل دوت الشرح بسيط جدا جدا وسهل جدا جدا اهم حاجة التركيز مش اكتر بعد كده هاتجه الاسفل بالشكل دوت لحد ما لاقي لوحة المفاتيح هنا ما لقيتش تمام عشان في نقطة بسيطة احنا ما اخدناش بنى منها هنا مكتوب كل التطبيقات لو ضغطت على السهم دوت هتزهر لك تم تفعيل ولا تم ما اضغاء التفعيل لأ زي ما هي تمام هضغط على التلات نقط ديت بالشكل دوت وهضغط على ازهار تطبيقات النزوم ازهر لي التطبيقات بتاعت النزوم بتاعي بعد كده هتجه الاسفل لحد ما لاقي لوحة المفاتيح هي بالشكل دوت لوحة مفاتيح سامسونج على فكرة هي مش شرط سامسونج لا اه هي الاندرويد او الهواتف الزكية بشكل عام الموضوع جماعة سهل جدا وبسيط جدا اه بعض الكومنتات بيعايزين شرح موصل او شرح بسيط جدا لآه لوحة المفاتيح عندهم بيعانوا من مشاكل في لوحة المفاتيح الشرح دوت هيقضي بازن الله على اي مشكلة في لوحة المفاتيح اللي هو الكيبورد بتاع الاندرويد بشكل عام بعد كده هتجه للاسفل وهضغط على مكان التخزين وهضغط على مسح البيانات بالشكل دوت وهضغط على مسح كلمة مسح تمام لحد كده جميل جدا بعد كده هتجه على الاشعارات هتأكد عن هي مكتوب مسموح والترخيص هضغط على الترخيص وهاعلم على العلامات التلاتة دول تمام بعد كده هضغط على كلمة ايكوف ايكباري اوقف ايكباري طبعا ما تقلقش من كل الخطوات ديت مش هيعمل اي حاجة في قلب الجهاز بتاعك ولكن هيصلح لك كل عيوب المشاكل بتاعة لوحة المفاتيح انت بمجرد ما هتضغط على اي حاجة عايز مسلا لوحة المفاتيح عايز مسلا العاب معينة هتضغط على العاب بالشكل دوت هتلاقي لوحة المفاتيح تعمل بشكل جيد معك هود بشكل جيد ما تأخرتش عنك في اي حاجة بالشكل دوت طيب الموضوع طبعا بسيط وسهل جدا اهم حاجة التركيز في الفيديو عشان تفهم الفيديو عشان تقدر تطبق حابب ان انت تشير الفيديو عشان الناس تستفاد اوكي مفيش مشاكل مش حابب ديت حاجة ترجع لك اهم حاجة انا اللي يهمني ان انا اسهل عنك الاندرويد بشكل عام وسهل عنك التليفون او العيوب بتاعة الاندرويد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته